سالي لزليف اهلا وسهلا بيكو شباب وبنات الصف الاول السنوي اهلا بيكو على قناتي بروفسير اونلاين في الفيديو ده حل امتحان خمسة وستة من كتاب المعاصر لعام عشرين اربعة وعشرين الترم التاني في فيديوهات قبل كده حلية امتحان واحد واثنين وثلاثة واربعة ان شاء الله هكمل جميع الامتحانات ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان توصلكوا جميع الفيديوهات الجديدة لان في بحث اليوتيوب مش دايما الفيديوهات بتزح تشوف عندنا امتحان خمسة محافظة الغربية ادارة سامنوت الوثيقة عندنا بتقول بونجو صباح الخير كمان في ملحوظة عايز اقولها لكم ان الامتحانات دي هنلاقيها في اخر الفيديو مش محلول عشان الناس المحاش الكتاب بتعرف تحلي عندنا الوثيقة بتقول بونجو صباح الخير جيمة بالفادي يعني انا ادعى فادي جي كانزان انا عندي خمستاشر سنة جي فيه اوليسي يعني انا اذهب الى مدرسة سنة وتدعى التحرير جمع التوتلي ماتير يعني انا بحب كل المواد صفلة فيزيك مع عداء الفيزي مون ليسي مدرستي اي جران اي اديال مدرستي بتكون كبيرة ونموزجي دام مون ليسي في مدرستي الياب يوجد 30 سال دي كلاس يعني 30 فاطل ان كور دي ريكري وفناء للفسحة ان ترغاد سبور وملعب للرياضة ان سلف سرفيس ومطعم بالمدرسة ان سي دي اي ومركز للوسائق ان جراند بيبليو تيك ومكتبة كبيرة مي ولكن النيابة لا يوجد دي بيسين يعني حمام سباح جيمة ليه او سي دي اي يعني انا بحب الذهاب الى مركز الوسائق يعني للتصفح على الانترنت في النهاية بيقول يعني الى اللقاء نشوف الاسئلة مع بعض فادي باغل دي يعني فادي بيتكلم عن سون لسي مدرسته وبقى الاختيارات مترجمة سؤال التاني فادي دي تست فادي بيكره لا فيزيك الفيزية والاجابات دي نلاقيها كلها متخططة في الوسيقى بيكره ايه الفيزية طيب هو في الوسيقى اي لنا ايه انه هو بيحب كل المواد معده الفيزية سؤال رقم تلاتة دان للي سيدي فادي يعني في مدرست فادي ان يبقى لا يوجد دي بيسينة يعني مفيش حمام سباح والاجابات كلها متخططة في الوسيقى اخر سؤال في الوسيقى بورجوي او فوتبال يعني علشان يلعب كرة قدم فادي فادي هيروح فين ارتغاد سبور لملعب الرياضة طبعا الجملة دي مش متقلة واضحة في الوسيقى تمام بس هو هيلعب يعني كرة قدم فين مش هيروح مركز الوسائق ولا هيروح المكتبة ولا هيروح البسين داكار طب نشوف الوسيقى التانية سالينها تحياتي هنا من هنا اللي بيتكلم اللي اسمها مكتوب في نهاية الوسيقى اللي هي مريم طب مريم بتقول جي تي بريزونت يعني انا اقدم لكي ما فامي عائلتي من پير والدي سابل احمد بيودع احمد ايلي بروفسير هو بيكون مدرس ايلا كارانت سانك ان هو عندو خمس واربعين سانة ايلي بغا هو بيكون امحلون اي مسكلي يعني ومفتول العضلات مامير امي سابل ايمان بتودع ايمان ايلا كارانت سان يعني هي عندها متنين واربعين سانة ايلي متسا هي بتكون طبيبة ايلي بلون هي بتكون شار جي انفرير جمو يعني انا عندي اخ توقع ايلي سابل هو بيودع ايد ايلا كانزو هو عندو خمس واربعين سانة نوزن لو اوليسي يعني احنا بنروح مدرسة سانة مونغران بير يعني جدي عادل او سواصن ديزو يعني هو عندو اتنين وستين سانة ايلي اي بير جران يعني هو بيكون طويل جدا ايلي جرناليست يعني هو بيكون صحفي نشوف الاسئلة مع بعض مريم بريزونت يعني مريم بتقدم سافة مية عائلتها ويه باقي الاختيارات مترجم لبير دي مريم يعني والد مريم اي بيكون بروفسير مدرس برضو الاجابات كلها متخططة في الوصيقة ومكتوب عليها رقم السؤال رقم سبعة يعني والدة مريم عندها يعني عندها اتنين واربعين سانة نشوف اخر سؤال في الوصيقة لجراند بير دي مريم يعني جد مريم تغافي يعني بيشتغل او جرنال يعني في جريدة طبعا هو مش قيلنا ان هو بيشتغل او جرنال لكن هو بيقول ان هو جرناليست يعني صحفي داكور طب هنا معناها في مدرسة هنا الابتال يعني في مستشفى او رستورو يعني في مدرسة نشوف سؤال السيتيو اسيو المواقف اللي بيكون طالب منك انك تختار اجابتين صح في سؤال المواقف لازم احدد مين اللي بيتكلم في الاول ومين اللي بيتكلم في نهاية الموقف واحدد محور الموقف طب نشوف كده مع بعض ازاي يعني انت سألت صديقك سألته ايه ماذا يوجد في فصله ماذا هو يقول يبا انت سألته ايه اللي موجود في فصلك فهو هيرد عليك ويقول يعني صبرها رقمية يعني مكتب طب نترجم بقى الاختيارات عشان نعرف احنا ليه اختارنا دول بالذات هنا ان سي دي ايه مركز للوسائق دي طبعا حاجات موجودة في المدرسة ان سيلف اللي هو مطعم المدرسة ان جمي ناز برضو صالة الالعاب ودي موجودة في المدرسة رقم عشرة تي ديماند اتون كوبا يعني انت سألت صديقك عن ايه دي كوان انا بزوان بور ريجر دي ان فيلم يعني لاي شيء احنا بنحتاج علشان نشوف الفيلم كاس كيل دي ماذا هو يقول؟ هو هيقول ايه بقى عشان نشوف فيلم عايز ايه؟ دينا تليفزيون يعني تليفزيون او دون ديفيدي او اللي هو مشغل الفيديو احنا عندنا السي دي دي بتكون صوت بس من غير صورة تاكرت فما ينفعش نشوف عليها فيلم هنا الاطلس ده اللي هو الكتاب اللي موجود بيه الخضائط الدكسيونير اللي هو القوموس رقم حداشر تي دي كري يعني انت بتوصف الفيزيك دي تون جران بير يعني المظهر القسدي لجدك كس كي تدي ماذا انت تقول؟ هتقول يعني هو بيكون رفاية او هتقول يعني هو بيكون طويل جد نترجم بقى الاختيارات إلى 15 سنة يعني هو عنده 15 سنة هو بيكون مدرس هو بيشتغل في طنطة شوف سؤال الاختياري الخاص بالجرامير جي نقاط كونترول دمات احنا عندنا يعني انا عندي امتحان رياضيات طبعا عندي كلمة كونترول دي كلمة مفرد مذاكري بها اختار إلى مال يعني انا عندي ألم على جامب يعني ألم في الساق كلمة جامب كلمة مفرد مؤنس تاخد ألا هنا عندنا او دي عبارة عن بتيجي مع المفرد المذكر ألا بصطرف بتيجي مع المفرد المبدوء بحرف متحرك او دي عبارة عن بتيجي مع الجمح رقم 14 كمبيان دي يعني كم من كمبيان دي دوا كم من الأصابع أنا ألمان يعني عندنا في الإيد يبقى هناخد كمبيان دي و كمبيان دي بيك بعدها اسم جمح رقم 15 يعني الجد دي سامية يعني جد سامية اي بيكون هنا أنا عايزة أوصف مين أنا عايزة أوصف الجد يعني أنا عايزة صفة مفرد مذكر يبقى هاختار مست كلمة مست تنفع مع المفرد المذكر والمفرد المؤنس داكار لكن بقي السفات دي مفرد مؤنس هنا عندنا بلوند يعني شقرة بقين أمحية اللون مسكولي مفتولة العضلات رقم 16 لما تم يعني الصباح نو نوات أو لسي طبعا هنا أن الفعل بعدها بيصرف زي إيل و إيل المفرد طبيبان هاختار إيه؟ هاختار va وذا دا تصريف verbe aller بمعنى ينذهب داكار هنا V دي دا تصريف verbe aller كلهم تصريف verbe aller بس دي مع ج ده مع تي الأخيرة مع نو سؤال رقم 17 نوات دي سيل في دام من لسي عايزين نقول يا إما يوجد يا إما لا يوجد مطعم في مدرستي يعني إحنا الحيرة هتبقى ما بين حتين يا إما اليا يا إما ما بين النيابة يوجد أو لا يوجد طب أنا هاختار على أي أسف أنا هنا عندي دي بيبقى هاختار النيابة لأن النيابة بيجي بعدها إيه؟ يا إما دي يا إما دي أباستراف داكار؟ لكن اليا بيجي بعدها أداة نكر أو عدد إيه هي أدوات النكر اللي مش فاكرها؟ ان وين ودير شوف عندنا الميل سالي سالي كمان تيتون جراند فير يعني كيف يكون جدك؟ هقول يعني هو بيكون طويل كيف يكون جدك؟ يعني عايزة أوصفه سواء مواصفات جسدية أو صفات شخصية تمام؟ يعني هو ممكن أقول هو كمان يكون لطيف عادي ما فيش أي مشكلة طب السؤال اللي بعده يعني هو عنده أي عمر؟ هقول هو عنده ستين سنة وأخلي بالي وأنا بكتب العمر لازم أكتب يعني سن منطقي لأنه هو بيسألك عن جدك ما أقولش هو عنده خمستاشر سنة مثلا داكار؟ أخلي بالي برضو من الملحوظة دي عشان في بعض الشباب كده بتكتب أي حاجة طب في النهاية تشاو لازم برضو أرده وأقول تشاو مستحترش بيها وأقول لا دي حاجة ما لهاش لازم عندنا سالي وتشاو عليهم درجات طيب نشوف آخر حاجة اسو جي عايزك تكتب من خمستاشر لعشرين كلمة وعايزك يعني أوصف فصلك ولازم تستخدم الكلمات اللي ما بين الأقواص يعني تتكلم عن الأوب جي يعني الحاجات اللي موجودة في الفصل والنومبر دي ليف يعني عدد التلميذ طيب نشوف كده اسو جي هنكتبه ازاي فصلي بيكون كبير وعايز أقول لكم طيب ملحوظة قبل ما نكمل إن كلمة ماكلاس فصلي دي مؤنسة فلازم السفة اللي أنا هوصفه بيها برضو تبقى مؤنسة بقى ماكلاس اي جراند فصلي بيكون كبير اي موديرن وحديثة وكلمة موديرن دي بتيجي مع المؤنس والمذكر مش بتتغير دان ماكلاس في فصلي الياب يوجد يعني عشرين ترابيزة يعني عشرين كرسي يعني وعشرين تلميذ يبقى انا كده اتكلمت عن الحاجات الموجودة وعن عدد التلاميذ وبردو لازم اقول ايه اللي مش موجود برضو في الفصل بانيا با دي تي ان اي يعني لا يوجد صبورة رقمية بكده نكون انتهينا من الامتحانة تشوف الامتحانة اللي بعده رقم ستة محافظة القليوبية إدارة شرق شبرة الخيمة تب نشوف الوثيقة يعني أنا بوصل للمدرسة أوي تاري الساعة 8 يعني أنا عندي سبع حساس بارجور يوميا يعني أنا بحب يوم الاثنين ويوم الثلاثة يعني أنا مش بحب يوم الاربع بعد كده خلاص الجملة خلصت وحط نقطة بقى كده هيبدأ جملة باقي جديدة هيقول ايه يوم الاثنين أنا عندي حساتين رياضيات سي سو بير هزا رائع يعني هو بيحب كده ايه الرياضيات جملة بقى جديدة برضو هتبدأ لماردي يوم الثلاثة يعني الثلاثة والخميس جي أنا عندي انجلي فرانسي يعني لغة انجليزية ولغة فرنسي جيم بوكو أنا أحب كثيرا يعني مدرسي للغة الفرنسية جي في او جيميناز يعني أنا أذهب لصالة الألعاب مع لورا وكامي جي دي جينا يعني أنا بتغدى او سلف في مطعم المدرسة يعني الساعة تلتاشرة يعني الساعة واحدة بعد الدار طيب نشوف كده الأسئلة يعني الليا بتوصل المدرسة يعني الساعة تمانية برضو الإجابات كلها متخططة في الوصيق ليا بتكره يعني يوم الأرض ما فيش لفظ في الوصيقه لكن فيه ما يسويه اللي هو نيمبا يعني لا يحب ليا أ ليا عندها إي لاندي يوم الاثنين عندها مت غياضيات آخر سؤال في الوصيقه يعني ليا بتاكل أو سلف بالمطعم هي طبعا ما فيش لفظ اللي هو مانج تاكل لكن فيه درجين اللي هي تتناول وك بتلغط تشوف الوصيقه التانية الوصيقه التانية بتقول جي أنا مي فرانسي يعني أنا عندي صديق فرنسي يلسابل ريمي يعني هو يدعى ريمي با كده الجملة خلص خلصت مان بير اه كارانتان يعني والدي عنده أربعين سنة إلي الديناميك هو بيكون نشيط اسبورتيف ورياضي مان مير يعني والدتي آه عندها ترانت ويتان يعني عندها تمانية وتلاتين سنة الترافاي دان زان لسي يعني هي بتشتغل في مدرسة إلي ملير على بابليوتك يعني هي بتحب تقرأ في المكتب جي دو فرير يعني أنا عندي أخين إبراهيم وآدم دو الأسامي إخواته جي أنا عندي آن كوزا يعني ابن عام إني كتبا لشانسون هو مش بيسمع الموسيقى في الآخر كاتب تونامي خالد صديقك خالد نشوبها الأسئلة مع بعض لبير دي خالد يعني والد خالد آه عندو كارانتان أربعين سنة زي ما قلتلكو ان الامتحنات دي هتلاقوها في آخر الفيديو مش ميجاوب عش الناس اللي محاش الكتاب ترفتحل لبير دي خالد يعني والدت خالد بتكون مدرسة طبعا هو مش قايل في الوصيقى ان هي مدرسة لكن بيقول ان هي بتشتغل في مدرسة ريمي خالد سن بيكونوا دي زامي صديقين برضو هو بيقولنا أنا عندي صديق فرنسي هو يدعى ريمي لي كوزع دي خالد يعني ابن عم خالد يعني بيكره الاغاني طبعا اللبز اللي موجود في الوصيقى ان هو مش بيسمع الاغاني هو هلاقيها في اخر الوصيقى خالص اخر جملة في الوصيقى هو بيقول ان هو مش بيحب مش بيسمع الاغاني بهو ايه بيكره طب نترجم بقى الاختيارات معناها ايه هنا ان بيحبها قادر يعشق يفضل نشوف سؤال المواقف اللي بيكون طالب منك برضو تختار اجابتين صح يعني انت بتوصف اختك ماذا انت تقول هتقول يعني هي بتكون شقرة وسمينة يعني هي بتكون اكلة طب نترجم بقى الاختيارات هي تدعى مجدى هي عندها خمستاشر سنة كيف تكون اختك الموقف رقم عشرة يعني صديق سألك او طلب منك بتيجي بمعنى يسأل او يطلب يعني صديق طلب منك انك توصف فصلك ماذا انت تقول انت هتقول قبل ما نشوف هنقول ايه الفت نظر كل حاجة ان كلمة كلاس هنقول عليها ال يعني هي لان كلمة كلاس مفرد مؤنس وهنقول عليها ايه ال فهنقول يعني الفصل بيكون راعة او هتقول يعني الفصل بيكون كبير برضو نترجم بقى المواقف بقى الاختيارات كيف يكون فصلك نحن نكون في الفصل هنا ماذا يوجد في الفصل المواقف رقم 11 يعني صديق سألك عن الساعة ماذا انت تقول يعني صديق قالك الساعة كام دلوقتي فانت ترد عليه وتقول له ايه يعني الوقت دلوقتي بيكون الساعة سبعة او هتقول يعني الوقت بيكون الساعة 12 برضو نترجم بقى الاختيارات في ايه ساعة الحفلة بتكون هنا ايه ساعة الوقت بيكون ده بقى السؤال دي مش الاجابة هنا مانبير ترافاي سيزار يعني والدي بيشتغل ست ساعات تشوف هنا السؤال الاختياري الخاص بالجرامات نقاط بارل دانلاكور احنا هنا الفعل عندنا مصرف مع تي يبقى تي بارل دانلاكور يعني انت بتتكلم في الفناء رقم 13 دينا ايه دينا بتكون هنا انا عايزة صفة مفرد مؤنس يبقى روس يعني شعرها لونه احمر ذات الشعر الاحمر السؤال رقم 14 نو نو ات او سينيما يبقى نو زا لو يعني نحن نذهب او سينيما الى السينيما ده تصريف فيرب الي مع نو دكر هنا كلهم تصريف فيرب الي بس دي مع تي هنا دي مع اون و ايل و ال دي مع فو طب رقم 15 زوي نيبا يعني ما عندهاش دي سير اي اخوات طب القعدة هنا بتقول ايه قول ان في النفي تحول ادوات النكرة اللي هي اون و اين و دي الى دي او دي اباستروف ما عدا مع فيرب اتر مش بنحول بنستعمل ادوات نكرة في حالة النفي طب يبقى هنا عندنا ده نفي يبقى استعمل يا دي او دي اباستروف انا هستعمل دي علشان كلمة سير بدأ بحرف ساكن رقم 16 يعني انت بتحب كلمة تير اي المواد كلمة ماتير كلمة جامع مؤنس فهختار معها كلب بالشكل ده برضو لو معاك ورق الكتاب دلوقتي وقلم برضو سجل معايا ان كل دي مع الجامع المذكر كل دي مع المفرد المؤنس كل دي مع المفرد المذكر رقم 17 يعني الاسود ده بيكون لون طيب هنا القاعدة بتاعتها هنا اللون هنا اسمه وليس صفة يعني كلمة نوار هنا انا مش بوصف بها حاجة هنا اللون عبارة عن اسمه ودايما اللون لما بيكون اسمه بيكون مفرد مذكر يبقى ويكون دائما مفرد مذكر ويزبق به يا اما لو يا اما ال ابوستر نشوف الميل بونجور بونجور ما استحترش لازم اكتبها كمونتي تاكلاس يعني كيف يكون فصلك هنا الفصل هقول عليه ال يعني هي لانها مفرد مؤنس او اقول ورد اقول ماكلاس فصلي واكمل الجامع طيب انا هرد واقول يعني الفصل بيكون كبير اي مودرن وحديث تياكم بيان دي كور يعني انت عندك كم من الحصص جي ست كور يعني انا عندي سبع حصص اا بليس اا بليس طيب نشوف السجي عايزك تكتم من خمستاشر لعشرين كلمة وتستعمل الكلمات اللي ما بين الاقواص طيب هنا عايز منك ايه بريزونت تفامي يعني قدم علتك عن كامرات دي كلاس الى صديق الفصل وعايزك تتكلم عن الاج العمر والكاراكتير الشخصية طيب يبقى انت عايز تقدم عائلتك نشوف كده هنقول ايه يعني والدي عنده اربعين سنة بيكون لطيفي بقى انا تكلمت عن عمره وعن ايه عن شخصيته بعد كده نقول والدتي عندها خمسة وتلاتين سنة برضو انا كده اتكلمت عن عمرها وعن شخصيتها منفغير اخويا اديسان عنده عشر سنين ايه لي بافرد هو بيكون ايه سرسل برضو اتكلمت ادي عن عمره وعن شخصيته وكده نكون انتهينا من حل امتحان خمسة وستة انتظروني في الفيديوهات الجاية وشكرا لسمعكم اشتركوا في القناة